السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته اليوم جيت باش نتقسم معكم وصفة زوينة بزاف انا جربتها امس كانت رائعة جدا رائعة هاد الوصفة ديال التبييد وصفة يابانية من عند فتاة يابانية البنت اللي ظهرت مع بنتي في اللايف كيما كتعرفوا بنتي مشات الكوريا ومن بين صديقات ديال هالك يقرأوا معها في الجامعة صاحبت مع بنتي يابانية وانا قلت لبنتي عفا كيما تبقى تقول لنا او تقول ليك وانتي تصفت لي الوصفات ديال اليابانيين البذري لذا من اليوم فصاعدا غنبقى نجيب لكم وصفات يابانيات لا بالنسبة للشعر ولا بالنسبة للبشراء ووصفات يابانيات اصليات من بينهم هاد الوصفة اليابانية هاد الوصفة رأني انا جربتها امس كانت غضر وزيلا بزاف جدا رائعة عندها واحد واحد المفعول في التبييد مجهد يعني وصفة واعرة غير قد مدرت هالبارح اعطتني واحد نتيجة زوينة من الاستعمال الاول واليوم عودتها اعطتني نتيجة اكتر انا في الحقيقة ارتغل البشرة ديال وجهي المكوه اللي غدي نديرو مادام هي وصفة يابانية المكوه الاول اللي قالتنا هاد الفتاة هو الروز الروز اللي عندنا عادي اما هذا واما داك المكركب ما غديش نخده منه بزاف انا هنا خديت من وجوش ديال الملاعق فقط وهنا الكوك المبشور ديال الكوك احتوره عارف من الدور ديال في التبييد عنده واحد الدور كبير في التبييد هنا غدي نخد منه ملعقة كبيرة فقط يعني نصف الكيمية اللي خديت ديال الروز بالنسبة الهنا باش غدي فاش غدي نرقدها غنرقدها في الحليب انا هنا غندير سبعة ديال الملاعق ديال الحليب السائل درت هنا ستة غدي نضيف السابع انتو ما الى بغيتو تخلطو الحليب غبرا مع الماود ديرو سبعة ديال الملاعق رحتاية كجي غدي نخلي هنا غد تباد ليلة كاملة ولا اكتر ولا يومين انا هاد الوصفة درتها قبل هاد الترقيضة او هاد التخمار ديال الروز والكوك والحليب درتوا قبل انا درتوا في حقيقة الامر ما شغل ليلة 48 ساعة وغدي نطحنها مزيان بلا ما كدرها لفق النار لوالو هو دك الروز ره صافي كير طعب ما كتخلي 48 ساعة ولا ليلة كاملة كير طعب من بعد غدي نصفها ضروري ما نصفي باش يبقى عندي هاد الماسك يبقى عندي بحل الكرام ما يكونوش عندي في حوبيبات كتعرفوا الروزة هنا راه ماشي طيب غير خليناه مخمر اتصفها بصفايا عاديا ديال القهوة تقريباً كوشي تضحن لا يبقى فيها لحو بيبادل أولو لأنه مرقضه مزيان كيفما قلت لكم تقدريت القضية حتى 48 ساعة أنا رقته هنا 48 ساعة شو كيف القوام دياله كيف الشي يكون لحليب وروز الكوكهاده في حداته بحال هكذا بدون إضافات غديدر نمس كزوين دابا غدي نخود الصابونة أو الصابون هنا غدي نخود دوب انتو ما خودوا أي صابونة كتوالم لكم بشرة ديالكم كاينين بعض الأنواع ديال الصابون في الصيدلية ديال البشرة الجافة البشرة الدهنية انتو ما خودوا أي صابون كيوالم لكم بالنسبة لي انا ضوف راهزوين بززف بالنسبة للبشرة ديالي كانت عندي غير واحد الكمية قليلة كيف ما شفتوا دائما كندير من هالواصفات هنا غدي نخد ملعقة فقط من هاد المبشور ديال الدوب و هاد البقية غدي نحتفظ بها هكذا في علبة راكز بقزوينة ما كتخسرش من بعد غدي نضيف موارد ثلاثة ديال الملاعق ديال موارد موارد أي نوع ديال موارد هاد ولا أي نوع آخر و غدي ندير هكذا فوق هاد الريشو انا بالنسبة لي هاد الانية اللي دايرا فيها دابا هاد العلبة ديال الزجاج راها كندخلها للفرن يعني هاد التمن ديالها هاد الانية بوحدة تبعشات ديال الدرام ورات قريبا اشياء ربع سنين هاد باش عندي هادو كانوا عندي شوية قطار ودابا بقوا عندي ربعة انتوما إلا كانت شي حاجة إلا كانت عندكم شي حاجة اللي ما كتقدرش تتحمل الحرارة ديال النار ما تديروهاش ديرها فكسرونا ديرها فكسرونا وديرها فق النار وهكذا بقيت خلطي حتى كيدوب الصابون اللي دارتينتي اي صابون وكاتبقيت خلطي هكذا حتى كيدوب مزيان ما كيلقوش في الحبيبة نهائيا من بعد غدا نضيف فوقه وفوقه هي فوق الريش والخلط الأول اللي فيها الروز والكوك والحليب الخلط الأول اللي صيبنا حتى كدوب مزيان وغدا نضيف خلط الأول ونبقى نخلط حتى كتختار حتى كي ندامج كل شيء وكي يختر وحليتها هنا حتى بردة هكذا يقول المسك دينا يقولي رائع زوين تصور الروز بوح ديته مبيض الكوك عرفين طور دياله للبشرة لا بالنسبة لزيت الكوك لا بالنسبة للكوك الحليب كدالك مبيض وكدالك الصابونة مكونات كل هزوينين خصوصا أن هذه الكمية قدروا نحصفها في تلاجة ستسديها بإحكام فوقها بلاستيكة فوقها ستبقى حتى خمسيان في تلاجة من بعد علا بشرة تكون نقية تدري طبقة سميكة تحكيها 1 دقيقة و تخليها حتى تجف تبقى طبقة سميكة ما بين طول والساعة حتى نصف ساعة و غدا تغسليها تكونوا علي قيانة مبيضة و لا تحتاجيش تدري في الأخير كم يضغطون لأن هذه المكونات كلها دهنية لا تجف في البشرة بالعكس لا تنشفش النار البشرة الكوك الحليب كم يلتسم الكوك نعرف فيه زيت الأرز مبيض أو الروز مبيض كذلك السابونة رفيها واحد المادة غليسيرين وصفة رائعة بكل ما للكلمة من معنى تديروها الوجه ديالكم اليدين الرجلين البطانيلا كيبقى البلاصة ديالهم بنية كذلك المناطق اي منطقة ركابة ليدين مهمة الجسم كله حتى دوك المناطق لك تسوي عليهم اه ديروها وراء غادة تبيض وصفة رائعة نتمنى انها تعجبكم وتديروها ويلا عجبتكم بغيتكم تديرو لي لايك باش يبان هاد الفيديو اكتر وباش بالبنات اللي محتاجة لهاد الوصفة يستفدوا منها وكذلك احتى انا دوك اللي لايكات راههم كيكونوا ايجابيين بالنسبة الفيديوهات وبالنسبة القناة ديالي وتنطلب منكم مرة اخرى انكم تابنوا القناة ديال بنتي اللي هي الان في كوريا واللي الصديقة ديالها اللي بنت معها في اللايف انها هي اللي اعطاتني هاد الوصفة بحقيقة اعطاتها اللي بنتي انا طلبت بنتي وهي طلبتها وهي اللي اعطاتها هاد الوصفة وفي الاخير السلام عليكم ورحمة الله